اشتركوا في القناة او لديك حر علمي ستستفد من هذا العرض اللي يحب يتسجل في العرض ديالنا يتواصل مع هذا الرقم على الواتساب ويجاوبك على طريقة تسجيل وكل شيء سنكون معاك على طول العام حتى النهار ديال الجيهوي اوكي نكمل السلسلة ديالالأطور المرجعية باش تفهموا كتر كيفاش كيتتحط كل جيهوي ومرة اخرى هذا الفيديو هذا سيكون كدوي على كيفاش الأستاذ اللي غيحط لك الجيهوي غيعتامد على بعض الأمور باش يحطولك يعني كجيهوي اللي غديدوه زنتايا فأول حاجة اعدنا في اللغة العربية اعدنا ثلاثة ديال الحويج في أي جيهوي غديدتلقاهم نكونوا متافقين من هنا أي جيهوي غدتلقا فيها ثلاثة ديال الحويج أول حاجة درس النصوص تاني حاجة علم اللغة ثالث حاجة تعبير والإنشاء وهذه نعرفه مزيان شنو كنقصدو بأي وحدة من هادو ثلاثة أول حاجة اللي هي درس النصوص كي يعطيك نص خاصك تكون عارف كيفاش تدير الملاحظة خاصك الفهم التحليل والتركيب هادو هما المهارات اللي غيخصوك فهذا القنت هذا اللي هو درس النصوص اللي عليه عشرة ديال النوقات عشرة ديال النوقات سهلة باردة تقدر تجيبها سهلة خاصي تكون عندك ربعات المهارات تعرف كيفاش تلاحظ النص وتفهمه وتحلله وتدير التركيب صاف عشرة ديال النوقات نضمونا وهذا المنهجية هادو 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 نحطوهم إن شاء الله ديال الملاحظة والفهم والتحليل والتركيب بتخمموش من هذا النحية كذلك تاني حاجة هتخصك هي المجل الرئيسي تاني اللي هي علوم اللغة اللي هي الدروس الدروس اللي كانت بيعو عليهم يعني يكون جوجل الأسئلة في الدروس يعطوك جوجل ديال الدروس تحل أو لتلاتة ديال الدروس تحل التمارين ديالهم عليهم ربعات الموقات وباردي سهلين وأنا أعطاكم الدروس اللي تركزوا عليهم كذلك كين المجل الرئيسي الثالث اللي هو بش كيساليو الجياوي بش كيساليو والتعبير والإنشاء وهذا تطبيقك تكتب إنشاء يعني على حسب الإنشاء المطلوب منك وتوارد نهضروا عليه من بعد فابقوا معيها فالإخوان قعدنا في المجل اللي هو درس النصوص غادي تعرف بعض الأمور ضروريين مجزوآت خاص سكتعرفهم أول حاجة هي أنواع الخطب سكتعرف أنواع الخطب كين الخطب الإشهاري الخطب الصحفي الخطب السياسي ثلاثة تكون عارفهم كيفاش تكتبوه كيفاش ديرين كيفاش تكون عارفهم مزيان ضابطهم هذه أول حاجة ثاني حاجة القضايا المعاصرة اللي هم المواضيع اللي كيكونون نيت في النص مثلا الإنسان والتنمية الإنسان التكنولوجية الإنسان ومشاكل الهجرة في حالة الأمور كذلك ثلاثة معرفين القضايا المعاصرة المفاهيم كذلك تكون عارف المفاهيم المفهوم دل حداتة المفهوم دل التواصل المفهوم للإبداع والشعر والقيمتها هما داخلين في درس النصوص التضامن التسامح الجمال هذا هو درس النصوص الإخوان يعطيك تيكست أو النص يكون على هذا الشكل ويكون يعني خاص تخرج شي حوي جانت تكره عليهم يكون في هذا النص اللي يتحط يكون في هذا الشأن هذا في هذه الأربعة المجزوئات بالنسبة للمجال الثاني اللي عليه ستة النقاط أو لربعة النقاط استسمح ربعة النقاط خاصة تكون عارف هذا الدرس هذا تمييز العداد المصدر للنسبة لإستفهام الأمر والنهي التمني الاستعارة والطباق والمقابلة توقينا الإخوان هذا الدرس هذا قردوهم عليهم ربعة النقاط مهمين في الجهوية العربية أوكي خاصة تكونوا فاهمينهم المجال الثالث هو الإنشاء وفي الإنشاء يأما يعطيك مهارة تحليل صورة كيحطك صورة وخصوصك تحللها تكتب إنشاء تعبر فيه يأما مهارة توسع فكرة تاين عندها طريقة ديالها يأما مهارة الإعمار Uh ديالها. يا اما مهارة المقارنة والاستنتاج. وحتى هي عندها طريقة ديال خدمة ديالها. تل هنا متفقنا اخوان. هات ثلاثة دلمكونات هات شي اللي كتحتاج فيهم. شي اللي كتحتاج تشده. ومن بعد غادي نعرفه شنو الاسئلة اللي كيعطوك فيهم بتلاتة. متفقين. اوكي. بالنسبة لا الاسئلة اللي كتكون في المتحان. يعني هادو هما الاسئلة اللي ممكن تكون متاحة لك. مش نجيك من الاخر. ديالاسئلة اللي من المحتمل انها بتحط. في النص او للمجال الاول دي هو النص. تحتاج انك في ملاحظة ملاحظة النص. قلناك تعرف كتبغي هاد القضية دي تل ربعات المهارات. الملاحظة النص الفهم التحليل التركي. اوكي. ملاحظة النص. بس كتشوف كيفاش دير العنوان كيفاش مكتوب. اه صاحب الناس. كلمة المفاتيح. يعني بعض الامور بتحلقها بالنص. الفهم. القضية اللي يجيب هاد النص. الفكرة من الافكار اللي كينا في النص قسك تشرحها. لونك هادو الفهم. تحليل. كتحلل يعني النص الدلالي. كتصنف الالفاظ في الحقل الدلالي ديالها. في واحد الجدول. هذا معروفة التمرين ديما يعني غالبا كيتتحط دائما. المضامين. كذلك الاساليب اللي تبنى بها النص. والمضمون دياله. الظاهرة ديال هاد النص هادا. او الا الظاهر البلاغية اللي جات في هاد النص. وشنو الوظيفة ديالها. ناحية التركيب. هي انك تكتب واحد الفقرة اللي كتكون فيها مناقشة. القضية اللي جات في النص. وكتعطا الرأي ديالك فيها. انا تكون يعني التعبير ديالك. في هاد المرحلة ديال التركيب. اربعة ديال الطرقان كتدوز منهم في النص. كتتاخد على عشرات النقاط. المجموعة النقاط عشرات النقاط. في المجال ديال مكون اللغة اللي هو المهم. ذكرنا فيه. دروس لغوية تكون شادتها. وتكون كتعرف بالطبط كيف اشتحل تمارين ديالها. سالي تمارين ديال اللغة العربية بالدروس ديالها. اما في المجال ديال مكون التعبير والانشاء كما قلنا عندك اه يعني اه الانواع ديال التعبير والانشاء اللي عندك قلنا تحليل صورة توسيع فكرة ربط بين الافكار او المقارنة والاستنتاج هادو ضروري تخدم فيهم واحد الامر مهمة بحل ان التقنية ديال اي تعبير وانشاء تكون عندك وتكون عارف كيفاش تحطها. يعني تكون بيان دي طيفيها. كذلك تكون اللغة سليمة. تكون يكون دك شي مرق مزيان. مصود مزيان. فقارات مزيانة. كل شي مزيان. هادي على ستة النقط. المجموع ديال هاد شي كامل. عشرين على عشرين. سهلة. غير تبحث في كل النقطة في هادو. وراك عارف دابا الاحتمالات اللي ممكن تحط بحل عارف المانغا. قاري المانغا ديال 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 اللغة العربية. اعطيتكم تقريبا جميع المعلومات. على الاطر المرجعية بربعة. على شنو ممكن يتحط على يعني المانغا. يعني الطريق ديال كل مادة. الاخوان توكلوا على الله. وكل حاجة حاولو. تبحتوا فيها في الكورسرة غدين حط في كل شيء ان شاء الله. يكون تركيز على جميع المواد. فبقوا معايا. ومرحبا بكم. شكرا لكم على الاستماع. تلقوا في الفيديو جديد. الى اللقاء.